أحمر وشكراً للزملاء وشكراً لنا الجماعتنا لنحكي مع الشعب اللبناني بطريقة علمية عن الكوفيد-19 أنا رح حكي بالعربي بس السلايدز دكتور سعادة يعملهم بالعربي أنا معيهم بالإنجليزي وأنا نطلب مني أحكي عالتوقعات ونطلب مني أحكي بطريقة مع عامة الشعب في لبنان فرح أحكي معكم بالطريقة اللي بحكي فيها مع أهلي كأني عم بحكي مع أهلي بلسا بضايعتي من حال ما أنا مطلق نحن بنعمل توقعات للكوفيد-19 للمستقبل نعملها للسنة كلها لآخر السنة ومننشر بس لأربعة الشهر منها وطبعاً لنعمل هالتوقعات ضروري نحن نعرف إشياء بكل بلد نعملها لكل بلد بالعالم نسبة الناس اللي بالبلد تستخدم الكمامة نسبة الناس لما بتتحرك بتروحوا وتجي بالبلد لأنه نحن نحن نقوم بناس بيوتها وتبعد عن بعضها فحركة الناس وطبعاً النومونيا لأنه هذا الفيروس موسمي مثل ومثل أي فيروس اللي بيجي بالشتاء طبعاً الفخصات وقداش ناس عم بتموت وقداش فيه ناس بالمستشفيات عم تدخل وكسافة السكان بيروت غير لسا طبعاً لأنه فيه كسافة السكان وارتفاع البلد الضايع عندي بلاسا لأنه عالي طبعاً غير بيروت لأنه بحاجة لأكسجين أكتر لروياك واللي بيدخنه والسمنة طبعاً بكل بلد بالعالم والطرق اللي مشتغل فيها كمان مناخد فيها هلأ الطعم يعني قداش كل بلد طلب طعم قداش كل بلد قدرته يطعم الناس من شغل نحن بنعمله كل بلد قداش عنده أطبة قداش عنده نارسات صيدلية قداش ممكن تعطي دواء الطعم للناس فمدخلها لكل توقعات وطبعاً كل بلد شو بيسكر هاي بالولايات المتحدة شو التسكير لللي عملها مسكرين المدارس فتحين المدارس المحلات فيه أنون لتلبس الكمامة ولا لا بنخدها كلها بعين الاعتبار لكل بلد بالعالم من رأبها خلينا أحكي على لبنان هايدي باللبنان الناس كيف بتتتحرك الزيح الفوقاني هي عادة اللبناني كيف بيتحرك قبل ما كان كوفيد-19 يعني قداش الناس باللبنان بتتنقى من المنطق للمنطق هاي منخدها من السيلفون ومن الفيسبوك يعني أنت بيتك طلعت رخت على محل تاني بنعرف قداش الناس بعدت ما بنعرف أنت بس بنعرف بيه اللبنان بشكل عام هاي المعلومات متوفرة من السيلفون فتطلع بهايدي باللبنان اللبناني بلش يتحرك كتير قبل ما يجي عيد الملايات الكمة كانت 19 شهر وشهر 12 قبل عيد الملايات وشي طبيعي الناس عم تتحرك وتروح تحضر حالة لعيد الملايات بذلك زادت الإصابات بعد عيد الملايات للي شفناه بشهر واحد بلبنان لما تسكر البلد بشهر واحد بلبنان لاحظين نزلت الحركة بلبنان 70% والناس قعدت ببيوتها بلشت تطلع قبل ما يفتح البلد وهذا من اللاحظة بكل بلد بالعالم الناس بس يتوقعوا أنه والله نحنا حنفتح البلد معنات القصة منيحة ببلش يتحركوا قبل ما ينفتح البلد هايدي لبس الكماني ها من استبيانات نحنا بناخدها من كل دول العالم لبناني لبس الكماني 70% نحنا حب توصل ل95% طبعا قليلي جداً بلبنان و70% هايدي من أسل انت واحد تسأله يعني بتقول لها انت بتصوح الحمام بتغسل داك حيقول لها طبعا أنا بغسل داك تسأل الناس انتوا بتلبسوا كماني هاي 70% يعني هايدي أكتر من الحقيقة بلبنان لأنه الناس حتقول لك أنا بلبس الكماني قسم منها كان بلبس الكماني ولا لا 70% بلبنان للأسل كل هايدي لما نحطها مع بعض نحنا بلبنان توقعنا لإصابات بسبعة شهر واحد وسلت للكمة بلبنان عشر تلافة تلاتمية واربعين إصابة ورح تنزل لأنه حيساعدنا لدخول الصيفة بلبنان بالأشهر اللي جاي وساعدنا طبعا تسكير ساعدنا كتير بلبنان تسكير وحيساعدنا إذا اللبناني طبعا ما بيغير تصرفاته إذا رجع بلش ما يلبس الكمان ويطلع لبره ويقعده بغرفة صغيرة وعياته صريح حينتشغل معه فبالتالي نحنا متوقعين كمان دخول الطعام بلبنان قداش حيتطعام بلبنان كمان إذا التطعيم ماشي بلبنان متل ما متوقع حتنزل الوفيات طبعا حتنزل بلبنان بلشتنزل معدلها حيضل ينزل لآخر الصيفية لأنه تأس وطبعا قصة أنه الناس حتنقل لبره تفتح تقعد بالبرندات تفتح لشبابيك حتقل توقعاتنا للبنان لشهر أول شهر ستة 4,660 وفات للأسف يعني باللبنان تنقصوا بتزيد بإيد اللبنانية وبإيد الدولة اللبنانية هاي دي بدي نركز عليها خلال الكلمة الخوف هلأ من التحور اللي عم بصير اللي عم نسمعه أنه ومن عدة دراسات أنه التحور اللي عم بصير ببريطانيا سريع جداً انتشاره عم ياخد لما يدخل على منطقة عم هو يسيطر عليها عمنا بأمريكا صار هو الأساسي اللي عم ينتشر بس هدا ما بيخوفنا قد للي عم يجي من جنوب أفريقيا ومن اللي من البرازيل جنوب أفريقيا للي هلأ عم نعرف عنه أنه الإصابة القديمة بكوفيد-19 ما بتحمي منه وهيدي الدراسة من نوفا باكس من الدراسة السريليجية اللي عم يعملوها على الطعم طبعاً للأسف عم نلاحظ أنه الإصابات القديمة ما بتحمي من هيدا التحور الجديد والبرازيل الزاهر نفس الشي وكمان بيأثر على مدى فعالية الطعم للأسف سمعتوا كلكم بالإعلام أنه جنوب أفريقيا بطلت الطعم أسرزانيكا لأنه خايفين أنه مفعوله قليل جداً ففي خوف أنه نسيطر على هذا المرض بأكبر سرعة ممكنة وإلا حيتحور وحيصيري الطعم ما ينفعنا وبالتالي هذا سباق مع الوقت أنا باختصار لحيحكي شوي على قصة التطعيم في لبنان لأن الطعم هو مثل ما يتفضلوا زملائي اللي قبل هو الأساسي اللي حيساعدنا نخرج من هالمحنة هايدي باختصار وأنا بشتغل الوبائيات يعني حتى أقولكم مين اللي عم يحكي بشتغل الوبائيات كنت رائب بالتطعيم بأمريكا لما كنت بالسي دي سي كنت مسؤول عنه وناشر مقالات عالمية كتير عن التطعيم فخليني كم إشاعة في لبنان عن التطعيم أهلي طلبوا مني وداما بيسألوني خليني جاوب عليها بسرعة سؤال الأول للناس الإشاعة الأول إنه هذا طعم جديد خاصة الأمار عن أي للي فايزر أنا حركز على فايزر هلا لأنه اللبنانيين حي يستخدموا فايزر ها مقال العلمي بال1955 على الأمار عن أي أنا قبل ما أخلق علي حسن المؤداد كانوا جماعة بالغرب عم يشتغلوا أمار عن أي مقال علمي بال2008 نشر مراجعة الأمار عن أي كلها كيف بلش من الخمسينات لهلا ليش بال2008 أخد درجة الأمار عن أي واحدة من اللي عملوا فايزر كاتالين كاريكو بال2006 أخدت براءة اختراع الأمار عن أي بال2006 أخدت الأمار عن أي أنا هادي قديمة بال2006 إلى 2013 عملت شركة اسمها RNA Rx اللي هي الصيدلية ودخلت هي بالبايو انتاك يعني هي اللي بدأت تشغل بايو انتاك هادي الأمار عن أي شغلة قديمة جداً الناس اللي بتقول لك هادي جديدة لا مش صح وهادي عم تستخدم الأمراض كتير بالسرطان أنا خيية مات بالسرطان أحفادي ممكن ما يموتوا من السرطان بسبب ها التكنولوجيا بالنسبة للعلم والطب الأمار عن أي هي تقنية نوعية لقلنا حتساعدنا كتير وآمنة وفعالة وعم تنعمل من زمان وفي تجارب سريرية على عدة أمراض بالأمار عن أي استخدموها بالطعم لاش وبسرعة لأنه سهل إنتاجها وسهل تغييرها وهادي مهمة جداً بالنسبة للطعم لما عندت مشكلة بهالكمية وبدأت تعطي تعومي للناس كلها بدك شيء ممكن تنجو بسرعة يعني وبالتالي بلش لمارع عن أي شيء مش جديد إلو أكتر من 19 سنين من الشغل طعم آمن ولا لا بيجينا كتير أسألي عنه بالنسبة للطعم نحنا لما منحكي بالوبئيات الطعم هو أنا عبعطيك شيء لأمنع مرض أنت منك مريق فيه فالطعم أمانه أهم شيء من فعاليته يعني إذا عندك طعم أول شيء بتتأكد منه أنه آمن وتعمل تجارب سريرية لحتى تتأكد أنه آمن خليني أشرح على الطعم كمان بطريقة مبسطة أنا بروح على محل حلو بلبنان كلبناني بيكل أشطة فيها بكتيريا بدي أتسمى أربع خمس ساعات تفرط معتة وعمراجة أنا ما في روح على محل حلو شهران بعد ما أكلت حلو عنده قلوا لك يا أخي أنا أكلت من عندك شهران حلو غلق مرضت ما بتركب والطعم نفس الشيء أنا لما بحطلك طعم بإيدك حطيت هالمواد بإيدك حطيتك إيهم كلهم مش مثل الدخان ولا يدخن كذا سيجارة لا يبللش السرطان برويه أو مثل والله الارصاص بالإدهان ابنة عرض عليها بده فترة لا حتى يأسر ما حطيتلك إيهم كلهم بإيدك أنا هيبين شهر نحن بنعمل التجارب السريرية أربعة شهر يعني هلأ في ناس بطعمة إلى سبعة وثمانة شهر أخذ جرعتان من اللقاء لو بده يبين فيه لو بده تشتي غيامة وفيه حوالي أكتر من مئة مليون حفر جيكم أخذوا الطعم لو فيه شي خطر بها الطعم والله سمعناهم تسمعوا خبريات بلبنان والله طعموا ناس وبمناطق ماتت طعم مش حيوقف الوفاة بلبنان مش حيوقف حوالي السيارات بلبنان لبنان الكبير بالعمر اللي عنده مرض للأسف ممكن يموت ما ألا علاقة بالطعم هايدي الطعم الشغلة الثالثة اللي بلبنان انسألت كتير عليها هي إنه والله طلبة الفايزر من الدولة اللبنانية تغير قانونها حتى ما تتلاحق قانونياً بلبنان الفايزر صح كلام سليم نفس الشي عنا بس خليني أشرح لها هاي نقطة كتير مهمة فايزر بتنشر مقال علمين من أشهر الجلالات العلمية بأمريكا بالعالم كله يعني رقم واحد بالعالم كله تنشر تفاصيله بتقول أنا هيدا الطعم اللي عملته هيدا كيف ينفعها كيف يستخدم أنا علي المؤداد بحكم شغلي بالبابئيات ما بحكم عليهم من المقال العلمي هيدا مهم المقال أنا بحكم عليهم اللي قربوا لمؤسسة اللي عندنا الأدوية والآكل لحتى تسمعهم استخدام هيدا الطعم هاي صفحة أول صفحة قربوا الجماعة على دسمبر عشرة يعني شهر 12 عشرة يعني كانوا خلصوا التجارب السريرية اللي هي أربعة شهور وكانوا مطعمين ناس وراح يضلوا لحقوهن لأنها مهمة بالنسبة لقالهم تشرك هيدا فيها معلومات دقيقة بكل تفاصيلها عن كيف عملوا الطعم ميات وميات الصفحات هيدا السبونسر اللي مقربتها فايزر وبايو انتاك لا الدولة الأمريكية عملتها ولا الدولة اللبنانية عملتها أي معلومات فيها قالوا نحنا للناس كلها أنه هيدا مطعم طعم آمن وهيدا فعال أي شي غلط فيها كل اللي مضط الدولة اللبنانية الحبر على الورقة والورقة بتنفعش لأنه انتوا بذبتوا علينا قلتوا شي غلط وقلت هيدا مش مصبوط ما إلى أي إيمي إلا إذا كان ما حق نحنا عطيناكم هالترخيص رفعنا الأنون عنكم لأنه انتوا لنا دواكن صح لأنه في إميرجنسي طوارئ بنا نستقدم الطعم هلا بتقول لي يا علي إذا هن متأكدين لاش طلبوا منك نحنا هيدا بالكحالة أنا نازل بنبعالبي كل يوم كل سنة للأسف عنا كاميون وبيضرب بالكحالة انت ونازل بنبعالبي لو فعلا بالكاميونات غلط ما باع فيه كاميونات وبتنباع هيدا الغلطة من الحرام الشفاري ممكن تعبان نايم ما فيه شفرمات محمل أكتر من ملازم فايزر قالت له للدولة اللبنانية أنا أعطيتك طعم متأكد منه إذا فيه مشاكل بهالطعم بكل العالم معناته أنا هيدا مشكلتي القانون هيدا ما قالوا إيمي بس أما إذا فيه مشكلة بلبنان وأنتو يا لبنانية ما أعطيتوا الطعم بالطريقة المنيحة بتبين عندكم بلبنان أنا ما بتلحق قانونيا بلبنان بسبب غلطة أنتو عملتوه هيدا النقطة كتير مهمة اللبنانية خايفين منها أنا حيرقبوني أنا ممكن يخطولي شي بإيدي ويرقبوني صحي يا خي ممكن أنا بسلم جدلا أنت ولا بعمرك حامل سيلفون ولا بعمرك رايح لعد حكيم سنان ولا بعمرك لحنة حكيم ولا بعمرك أخي الطعم يعني هلأ أول مرة صرلوا نظار في الجماعة يخطولك شي ويرقبوك يا خي تهمناها هيدا أنت مهمة هني ما بيعرفوا أي طعم حتى ياخدوا ما بيعرفوا أي طبخة حيعملوها بالطعومة حنحكي فيها بعدها توصلك لإلك بلبنان بدون يعملوا 8 مليار طعم بدون يحطوها فيهم كلهم بتنحط بالإيد كانت تكنولوجيا موجودة بتنحط بالإيد قد حبة الرز أنت ممكن تقولي والله يا خي أنا مرأبيني هاودي عاملينا أصغر هيدا فيها غلاف بلاستيكي لأنه ما لازمت جسمك يقضي عليها وفيها حديد بجول مايكروشيب لازم تكون حديد بأي أكس راي بتبين بأي مرأة اللي تحطها أنت بالصورة لما محطك بالصورة مثل البرميل بدت تبين فيها ولكن نحن عم نشوف خلايا سرطان أصغر منها بمئة ألف مرة وعم يجي الجراحي يشيلها لخلايا السرطان بصورة إذا أنت خايف يا خي وعايش بكهف ولا حدا منك قالك وممكن يرقبوك وأنت مهم بس تاخد الطعم تكلها الله روح عمالها مرأي تنكمها شوفيك تشيلها سهل عم يدفعوا للناس لحتى تاخدوا الطعم هاي إشعة صح مظبوط كروغر عم يدفع مئة دولار كروغر سوبر ماركت عنا بأمريكا خليه اشرح لك لاش كروغر شايف انت مضوي إذا عم ببيعك علبة طان وعلبة سردين هذا هلا مدفيها ومكيفها بالصيفية هذا ما بيربح فيها لها الشغلة لأنه عم بينافسه للأونلاين أمازون هذا لا عنده قضية ولا عنده تدفئة ولا عنده شي عم بينافسه بنفس السعر ربحه هذا المحل أنك تطلع عنده لأنه من أول ما تفوت لا تطلع على الكشير هتطلع له شوكلاه حقه خمسة مرات ابنك هيبكي أو بنتك تقول لك شري لي يا بابا وانت هتستحو تشري لي ياه طبعاً بده يتجي على محله لأنه بده يبيع هذا كله عشان هات المحلات تعمل كل سنة أكازيون تقول لي علي مستشفيات صح؟ مستشفيات راح تدفع للناس وتقول لك أنا طعمت موظفيني مستشفى اليوم يا عيني يا روحي يا لبناني ما تربح من واحد فات قاعد ست يام عنده عمل قلب مكتوب هاي ما فيها ربح هايدي الضمانة بيتفعل فيها تسعير تربح إذا علي المؤدات فات شد جلد وجه وهيدي نقول له نحنا هايدي فيها الربح فيها تربح الكتب يعني عملية ممكن يجي واحد يقول لك يا الحكيم إنه لك عندك شغلة انت بس ممكن تنطر خمس سنين ست سنين لتعملها العملية مستحب تعملها هلا هاي ما بيدفع عليها التأمين هايدي منقول له نحنا إلتف سورجي هايدي الربح طبعا المستشفي بدي اياك ما العالم خايفي تروح على مستشفيات هلا بالتالي بديوك تيجي اللي عنده حيدفع وقول لك وحتشوفوا الدعيات نحنا مطعمين يا ميسيو نحنا مطعمين كل الناس تعالي عننا ما تروح لعند غيرنا سبينيس أنا طعم تعالي عندي ما تروح لعند الرماد الآخر شي أنا ما فيه يقول لك لبناني الطعم ولا ما تطعم أنا فيه يقول لك أنا أخدت الطعم أنا فيه يقول لأ أمي سجلت تاخده الطعم بس أنا ما فيه يقول لك تاخده الطعم هذا قرارك أنا عندي بنت ما عندي غيرها كل بطل مؤدادة بيعرفوا الزوجة كمان بتشتغل بالتطعيم لما طلع الـ HPV vaccine طبعا السرطان الرحم بنتنا أخدته الناس تسألنا أنا بقول بنتي أخدته ما فيه يقول لك واحد ما بعرفك أنا بلبنان من عائلي ما بعرفك يقول لك أنا أخدته وهلأ فيه كتار من رفقات يتسألوا فيه يقولولي يا علي بنتي هتأخده الطعم بنتي عمره عشرين سنين ناطرة دورة هتأخده الطعم بس خلينا أشرح لك خيارك مش بيأخد الطعم هلأ أو بأجله لشوف شو صار خيارك يا بيأخد الطعم هلأ يا ما حأخده هذا خيارك اللبناني ليش؟ نحنا من رائب هلأ هاي بأمارتا من رائب كل ولاية شو أخده الطعم شو طعم الولايتي أنا أخدنا نحنا واحد فاصل أربع مليون طعمنا واحد مليون أنا ما هأعطي لولايتي الطعم إذا بولايتي مش هم بتطعم هلأ فيه الناس ناطرة طعم بالدور مثل ما سمعته زميلنا من فرنسا طب أنا ليش بدي أعطيك طعم إذا أنت ما طعمت إذا لبنان أخد خمسين ألف طعم وبعد ثلاث جمعة فايزر هتعطيه خمسين ألف التاني لبنان طعم عشر تلاف فايزر ما فيها تعطيه للبنان خمسين ألف ممنوع لأنه حرام ونحنا حكينا فيها مش توزيع باللبنان للطعمة إعادة توزيع للطعمة نتخيي إذا لاسا أخدت ألف طعم وطعمت مئة طعم منهم وأنا مسؤولة عن التطعيم باللبنان وهو دي أهلي ما بعطيهن الألف التاني أنتو طعمتوا مية بدكن مئة وخمسين للناس طعموا بالأول بدهم الطعم التاني وخمسين يا خيي أحتيات الباقي بدي أخدهم منك أنا لأنه أرتب عم بتطعم بدي أعطيهن الأرتب هيدا واجب الإنساني والأخلاقي وشركات الأدوية والعالم كله عم بيرائب هذا ما هيعطيك للبنان إذا أنت ملك عم بتطعم من إحنا كل هالمعلومات موجودة شو اشتره وشو طعم وشو الناس عم بتطعم إذا أنت ما بدك الطعم في غيرك ناطر بالدور بده ياخده آخر كلمة قبل ما أخلص أنا طلعوا بالخريطة مين عم بتطعم إحوالينا جاي الصيفية الإصابات لازم تنزل بالصيفية إذا انتبهنا وعندنا موسم سياحي بلبنان معظم التجار اللبنانية والناس اللبنانية أهلي وكلكن أهلي بلبنان هتعيشوا منها طلعوا المغرب عم بتطعم الإمارات عم بتطعم الأردن رح يطعم تركيا عم بتطعم أبرس عم بتطعم مصر عم بتطعم إذا أنت مطعمت مين حيجي لعندك وإذا المرض منتشر عمنا بالصيفية قلت مش حيخلونا نطلع من بلدنا والروح اللي عنده أنا بالنهاية بسرعة الوباء بأيدنا لللبنانية اللبنانية ما فيه يقول الدولة والدولة ما فيها تقول الشعب كلنا عنا دور لبس الكمامة نبعد عن بعضنا نبعد شوي هلأ بدلك تفتح بلدك على عين وعلى راسي كثير من أهلي خسروا وظيفهم ومسكرين محلاتهم بس افتحوها بالعقل وبالإنسانية ما فيه أنا عندي أورف صغيرة يحط خمسة عشر واحد فيها ونقعد نحكي بدنا ننتبه شوي مرحلة غير المراحل السابقة كلبنانية لازم يكون عنا واعي كلبنانية لازم يكون عنا مسئولية لنحمي بعضنا ونحمي أهلنا بإنه نقلل من تصرفاتنا الخطرة وننتبه نغسل دينا ونلبس الكمامة بس يجي دورنا يجي دورنا ناخد الطعم أنا نطرت لأجي دوري أخد الطعم بنتي ناطرة اللي يجي دوري أخد الطعم في طريق التوزيع طعم عادلي بلبنان بس يجي دورك خوض الطعم لأنه هذا واجبك الإنساني والأخلاقي ألف شكر يا دكتور أحمر ترجمة نانسي قنقر